السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا ما تواخذوني وشي ورمان شوي البارح شاهد درسين عقل على الدكتور سنين عفاكم الله جميعا ومع ذلك حبيت أعملكم فيديو حسيت وضايب يسمح اليوم ففي أخبار مهمة أيضا أولا تساقط السلوج بشكل واسع في ألمانيا كما شاهدناه في يوم البارحة بشكل واسع لذلك تنبيه وتحذير لكل الناس يعني بالحذر والانتباه لأنه حطول السلوج بشكل واسع أدى إلى تعطيل حركة القطارات تأخر القطارات حوادث كثيرة على الطرقات على الأوتوبانات وفاة أشخاص إغلاق بعض المدارس حتى فيرجى من الجميع أيضا الالتزام بتعليمات المدارس وأيضا انتباه من الموضوع تأخر القطارات وخاصة عند قيادة السيارة في ساعات الصباح الباكر شايفين يعني تلجع السيارة منذ العشدة إلى نزل التلج وننظف السيارة فلازم ننتبه جدا لهذا الموضوع وخاصة في ساعات الصباح الباكر يعني بيكون الأرض في تجمد فلذلك أدى إلى حدوث يعني حوادث كبيرة حتى انقلاب باص يعني في مقاطعة نوت غين بيستفال فتمنياتنا للجميع بالسلامة ننتقل إلى الموضوع التالي البارحة المستشار الألماني أولاف شولتس وقف أمام البرلمان الألماني لتحمل المسؤولية كرئيس للحكومة بعد قرار محكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بموضوع الموازنة والديون في ألمانيا واضطرة لشرح سياسته والحل لذلك يعني ومنها كما نعلم العودة إلى الاستدانة وتعرض لانتقاد شديد جدا من جميع الأطراف ولكن بشكل خاص من رئيس حزب الـ CDO فخيط غيش ماتس شفنا في الفترة الماضية انتقادات واسعة للحكومة انتقادات سياسات الحكومة ولكن السؤال هل تم تجاوز كل هذه الخطوط الآن إلى أبعد من ذلك فخيط غيش ماتس في كلمته في البرلمان الألماني انتقد المستشار بطريقة لازعة وقوية جدا 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 وقال له أن منصب المستشار حزاء منصب المستشار أكبر عليك بنمرتين فاعتبره أنه غير كفء لهذا المنصب بشكل واضح وصريح وبطريقة ربما فيها أيضا بشكل أو بآخر فيها شتم علم أن المستشار هو شخص هادئ عادة ويحتمل كل الضغوطات والانتقادات ولكن هذه المرة تعرضة لانتقاد شديد هذا التوصيف أن منصب المستشار كبير عليك بنمرتين بهذا الشكل على نمرة حزائك بهذا الشكل يعتبر بشكل أو بآخر أيضا إيهانة كبيرة للمستشار هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا قال له يزنت عن كلمتنا دا مخت يعني أنت كلمتنا هو السباك يعني أنت السباك اللي لزقان بالحكم يعني ما عبت تترك الحكم لزقان بالحكم فطبعا المستشار يعني هو شخص منتخب يعني الحكومة الحالية فوصفه بهذا الوصف أيضا بشكل شديد ولكن هذه المرة على ما يبدو أن المستشار تأثر بذلك ورد عليه على تويتر يعني وقال له يعني أن هذه المهنة هو يحترمها وأنها يعني وأن من يمارس هذه المهنة يعني يعني الحانت فياكا أيضا الأصحاب اليد الماهرة يعني فأعتبرها يعني بشكل أو بآخر أنها مدح بدلا من أن تكون زم بالتأكيد الحكومة الحالية المسؤولة عن الموازنة وكل الأمور الأخرى ولكن بنفس الوقت يعني المعارضة تعارض يعني كل شيء كل شيء تقوم به الحكومة وبنفس الوقت يعني بشكل دائم عب يأكدوا على رغبتهم بالعودة إلى الحكم طبعا هو دائما الصراع أيضا على الحكم والسلطة فخروج حزب السيدئو يعني من الحكم في الانتخابات السابقة كان مفاجأ يعني كما شاهدنا ووصول أيضا حزب الاس بي دي ورئيس الآن يعني المستشار الألماني أولف شولس من حزب الاس بي دي إلى السلطة علما أنه كان هو أيضا وزير مالية في الحكومة السابقة فتارتا نعم نسمعني من معكوز زيودا من سي اس او أيضا الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو أن يتم إجراء تصويت على الثقاء للحكومة ولكن من قبل الشعب وليس من قبل البرلمان ففي انتقادات متواصلة علما أنه عرضوا حتى إذا قام المستشار برمي الحزبين الآخرين حزب الخضر والف دي بي خارج الحكومة أنهم على استعداد إلى دخول الحكم معه فكيف تنتقدونه وتنتقدون سياسته وبالنفس الوقت لديكم الرغبة بالدخول في حكم معه فهذا هو أيضا نوع من أنواع أيضا يعني اللي عم نشوفه يعني أيضا الحياة البرلمانية يعني دائما المعارضة عم تنتقد الحكومة بشكل كبير جدا سؤالهم عم نسأله يعني الآن بشكل دائم من قبل الأحباء اللي يتابعونه هو إذا سقطت هذه الحكومة جدلا يعني إذا حدث هذا الشيء أو في الانتخابات القادمة يعني من ممكن أن يصل إلى الحكم حسب استطلاعات الرأي اللي عم نشهد الآن حزب الـ سي دي و السي اسو هو المتصدر استطلاعات الرأي بشكل واسع من ناحية وأيضا صعود قوي جدا لحزب الـ اف دي الحكومة الحالية تعتبر إلى حد ما زاد سياسة يسارية فيها حزب الخضر فيها حزب الـ اس بي دي يعني من الميتة طبعا فيها حزب الـ اف دي بي فهذه الحكومة يعني بالنسبة للأجانب والمهاجرين يعني كثير الناس عم تسألوني طبعا هي الحكومة التي الآن منحت الإقامات لحمالة الدولدوم منذ زمن طويل هي الحكومة التي ترغب بتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية من حيث الزمن والسمح بحمل جنسيتين هي نفسها الحكومة التي ساعدت الطبقات الفقيرة في المجتمع بزيادة الحد الأدنى للأجور وأيضا رفع المساعدات الاجتماعية إذا تغير الحكم يعني فحسب استطلعات الرئيط سيدي اوت سي اس او معارضين لكل هذه الأشياء وحزب الـ اف دي كمان علم هو حزب يميني يعني سياسته أكثر تشددا بشكل أكبر بكثير تجاه هذه المواضيع طبعا التي تحدثنا عنها فهذه هي الصورة العامة بناء على طلبكم يعني حبيتك أعطيكم فكرة سريعة عن الموضوع ننتقل الآن إلى الموضوع التالي أيضا حكم الآن المحكبة الدستورية العليا حول موضوع سابق متعلق بالانتخابات ونظام وقانون الانتخابات في ألمانيا بسبب النظام القديم كان البرلمان الألماني عب يزداد عب يكبر وعب يزداد عدد أعضاءه بشكل كبير جدا ففي عهد الحكومة السابقة وقاموا بتعديل القانون بحيث أنه يتم تصغير حجم البرلمان أنه لا تزداد عدد أعضاءه أنظمة داخلية لا تدخل في تفاصيلها ولكن في جوهرها هي الفكرة أنه يصغر البرلمان الألماني بدل من أن يزداد عدد أعضاءه مع كل انتخابات جديدة طبعا هذه القاعدة ربما تضر بالأحزاب الصغيرة حزب الخضر الاف دي بي فقامت برفع دعوة محكمة الدستورية العليا والآن جاء القرار أن الحكومة السابقة باتخاذها لهذا القرار أو تطبيقها لهذا القانون في الانتخابات كان قانوني ويتماشى مع الدستور الألماني ننتقل الآن الموضوع التالي موضوع عام جدا وأحكام الآن قضائية في ألمانيا سأترك الخيار لكم الحكم إذا كانت عادلة أم لا ضعيفة أم لا في قضية الآن اقتصاب جماعي في مدينة هنبوك حدثت عام 2020 ولحد الآن كانت المحكمة يعني مستمرة وتم الآن إصدار الأحكام في هذه القضية في جوهرها فتاة عمر خمسة عشر سنة بعد احتفال كانت يعني مخمورة شاربة يعني كحول على ما يبدو يعني أنا لم تكن بوعيها بشكل كافي فقام عشرة أشخاص تقريبا أو تسعة أشخاص قاموا على الأقل باغتصابها الطفلة يعني أو كانت طفلة عمر خمسة عشر سنة يعني هي موجودة في البارك فأولا اعتد عليها أربعة أشخاص ثم تناوب عليها أشخاص آخرين يعني شخصين آخرين ثم ثلاثة أشخاص آخرين وكل هذا تم يعني وهي في وضع يعني يرسى له يعني مخمورة وغير ليست ممتك بوعيها وتم استغلال ضعفها هذا والاعتداء عليها وتم إثبات ذلك أيضا من الحمض النووي الموجود على ملابسها أيضا بوجود شهود وقاموا بسرقة الهاتف منها قاموا بتصويرها أيضا ولكن فيديوهات تم حزفها بطريقة لمية غير ممكن استعادتها وبكل الأحوال يعني الشهود والها كانت موجودة وفي المحكمة تم إطلاق الأحكام عليهم ولكن الآن انتقاد شديد لطبيعة الأحكام التي تم إصدارها الآن بحقهم ثمين أشخاص تم الحكم عليهم بفترات حكم يعني لسجن الأحداث ستراوح بين سنة وسنتين ولكن مع وقف التنفيذ أو بفيرون يعني ما رح يدخلوا السجن ثمانية أشخاص منهم شخص واحد لكن أجت العقوبة له قاسية مقارنة يعني مع البقية فجاء الحكم عليه بسجن لمدة سنتين وتسعة أشهر مع التنفيذ يعني رح يدخل على السجن لتنفيذ العقوبة عمره تساط عشر سنة وشخص عاشر تم تبريئته من كل الأحداث وشخص سابق كان في رقم 11 أيضا تم تبريئته سابقا هذه هي الأحكام يعني بعد كل هذه القضية المرعبة شخص واحد فقط سيدخل السجن لمدة سنتين وسبعة أشهر متحدث باسم المحكمة صرح عن جنسيات الفاعلين على الشكل التالي بشكل واضح وشخص سابقا خمسة يحملون الجنسية الألمانية وبالتالي البقية من بينهم سوري وشخص من مونتنغرو ومن الكويت ومن أفغانستان ومن أرمينيا خمسة يحملون الجنسية الألمانية وخمسة من الدول التي ذكرناها أما الصدمة بالنسبة لجهة الدفاع فكانت أن الأشخاص لم يعتذروا أو يظهروا أي من الغاية يعني أي من الندم على فعلتهم في هذه القضية وهذه هي الأحكام التي تم إطلاق عليهم وأنترك لكم أيضا إبداء الرأي في هذا الموضوع والبعض لا يزال يسأل عن أسباب صعود حزب الآيف دي والتوجه إلى انتخابه أكيد هذه الأشياء تساعد في ذلك ننتقل أن الموضوع التالي هي التليفونشك خانك شخايبو نعلم في فترة كورونا تم السماح بالاتصال بالطبيب بالحصول على مرضية عند وجود عراض أو مرض الكورونا لعدم التوجه للعيادة وحتى لا تنتشر العدوى بشكل أكبر فتم السماح بشيء اسمه التليفونشك خانك ميلدون يعني ممكن أن نتصل نحن بطبيب مثلا الحوس آتس ونشرح له وضعنا الصحي فبالتالي كان ممكن نحصل على مرضية على التليفون بدأ من التوجه للطبيب ليقوم الطبيب بفحصك وبناء عليه يعطيك أو لا يعطيك أيضا الكرانك شخايبو مرضية لصاحب العمل الآن يتم التفكير مرة أخرى بسبب انتشار الآن الجهاز التنفسي الأمراض المعدية بشكل واسع في ألمانيا يتم مرة أخرى طبعا في المرة السابقة تم إلغاؤها بعد انتهاء الجائحة والآن يتم التفكير بالعودة إليها من المتوقع أو يمكن أن يتم اتخاذ القرار الأسبوع القادم يوم الخميس بإعادة تفعيل موضوع السماح بالحصول على مرضية عبر الهاتف بالاتصال بالطبيب لمن لديه أمراض تنفسية يمكن عن طريق الهاتف تشخيصها والحصول على مرضية بدل من التوجه إلى العيادات المكتزة وانتشار العدوى بشكل أكبر بين الناس هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا حتى لا يتم إساءة استخدام هذه الطريقة للحصول على مرضية بغير وجه حق سيتم فقط السماح للشخص بالاتصال بالطبيب الذي يعرفك الذي أنت مسجل عنده وتذهب إليه بشكل دائم مثل الـ أن يتأكد أيضا من هوية المتصل أن يكون هو الشخص المتحدث يعني هو نفسه الذي يريد الحصول على مرضية ولا ليس أن يتكلم شخص آخر على الهاتف غيره فيوجد أدت معايير وضوابط أيضا لهذا الموضوع حتى لا يتم إساءة استخدام ذلك يعني لعدم مثلا نذهب إلى العمل ولكن بكل الأحوال قد يتم اتخاذ القرار لسبوع القادم يوم الخميس لا يزال موضوع قيد نقاش بين أطباء والمشافي والعيادات في ألمانيا حتى يتم اتخاذ هذا القرار وهيك بكوننا عملنا جولة واسعة لهم المعلومات من ألمانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته